هابدى يمكن بدكتور محمد عز العرب وهسأل على دلالة التوقيت يعني التوقيت الانقاد فيه رسالة متعددة يعني الرسالة الاولى يعني ان هناك تحضيرات من جانب الدول العربية الرئيسية وهي القاهرة وعمان فيما يرتبط بأوضاع اليوم التالي يعني البعض شايف ان ربما انه من المهم ان احنا نركز على ترتيبات انعاء الحرب لكن تملي فيه محاولات للقفز للامام ومحاولات طوال الوقت من جانب القاهرة لرفع الاعباء الانسانية عن الشعب الفلسطيني بدرجة اساسية على نحو جعل التفكير من الاهمية بمكان ان يكون هناك مبادرة او مؤتمر تدعو لي ممثلي من كتير من الدول العالم من المنظمات الانسانية العالمية خاصة في ظل اعترافات من جانب دول عديدة جدا بالدولة الفلسطينية وبالتالي مسألة رفع الاعباء الانسانية الا ان كما قال الرئيس السيسي في كلماته اللي هي كلمة دالة جدا في كل التعبيرات التي استخدمت فيها الى ان جعل الحياة داخل قطاع غزة وكأنها لا تحتمل لا تطاق يعني كنا في فترات سابقة يا سيد يوسف يعني حتى في اوضاع مع بعض سيطرت حماس على قطاع غزة والانقلب على السلطة من 2007 حد 7 اكتوبر اللي هي ان غزة سجن كبير لكن تحولت غزة الى جهنم بدرجة كبيرة في هذا السياق وبالتالي الدلال الاولى هو محاولة لرفع الاعباء الانسانية ومحملة وضع المجتمع الدولي امام مسئولياته فيما يرتبط به تحقيق تلات حاجات اساسية البعد الاول وهي توفير المساعدات بغض النظر عن طبيعتها سواء انسانية اغاثية طبية بعد الضمار الشديد الذي استهدفه في دولة الاحتلال الصهيوني للبنية التحتية المنظومة الطبية بدرجة كبيرة وبالتالي توفير تلك المساعدات لان حتى هذه اللحظة لو مساعدات موجودة لكن لا تلبي كافة احتياجات القطاع بارجاؤه المختلفة الشمال وجنوب وغرب ووسط النقطة الثانية وهي التحدي الاساسي وهي مسألة تزليل العقبات بدرجة اساسية لان ممكن يتم توفير تلك المساعدات لكن ازاي اللي انت تخلق مناخ ورأي عام عالمي يمثل ضغط على دولة تحاول طوال الوقت استعاب اي ضغوط بما فيها من الدولة الاجبر في العالم وهي امريكا النقطة الثالثة يا سيسي يوسف وهو التفكير في فكرة القطاعات التي تحظى بالاولوية التي يمكن من خلالها التعافي المبكر لهذا القطاعات يعني على سبيل المسائل زي اللي انت تحاول تعمل اعادة تأهيل تدريجي للمنظومة الطبية والمنظومة الطبية مرتبطة بحاجات كتير يعني الحالة مش الحالة الجسدية الحالة النفسية الحالة العصبية لأهل القطاع لان حتى اشارة السيد الرئيس النهاردة ان حرب اسرائيل من وجهة يعني فعلا كما اشار هي ليست ضد حماس وانما ضد القطاع لان احنا ملاقينا الاستهدافات في مناطق كتيرة داخل هذا القطاع كانت ليست موجهة لحماسويين العسكريين وانما ضد النازحين الفلسطينيين ضد المدنيين بما يجعلها حرب من يمين نتانياو ضد هذا القطاع đến ثم ترجمة نانسي محبثات